بالتحديد عن هيئة كبار العلماء ما الدور الذي كانت تقوم به و نظرة المجتمع السعودي بالمكانة و التقدير لهذه الهيئة خلال الفترة الماضية بلا شك الكل ينظر بكل تقدير و إجلال لهذه الهيئة خطابها ليس خطاب إسلامي محلي هو خطاب للعالم الإسلامي انظر اهتمامات الإعلام العربي و الإعلام الدولي بإعادة تشكيل حيئة كبار العلماء اليوم بلا شك مهم انظر اي فتوى تخرج من حيئة كبار العلماء يتلقفها الجميع في العالم الإسلام و العالم قاطب يعني المسلمين في كل مكان هي تشكل المرجعية الدينية لمليار و 200 مليون مسلم رغم محاولات التشويش التي يقوم بها الأطراف المناحدة و مثل ما تفضل فضيلة الشيخ أنه في الحركات الإرهابية المتطرفة تحاول أن تشوش على مكانة و ما تمثله هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية على مستوى العالم الإسلامي بالتشكيك التشكيك أيضا في خطابها الإسلامي المعتدل لأنها تذهب هذه الحركات إلى خطاب إسلاموي يحاول أن يلبس لبوس الدين وهي في نهاية الأمر حركات سياسية بلا شك هي تحظى بتقدير واحترام وتأثير في الشارع الإسلامي و في العالم قاطمة تعرف المسلمين موجودين في جميع دول العالم انظر ما يصدر أي فتوى عن هيئة كبار العلماء و أي فتوى تصدر من أي مرجعية دينية في العالم الإسلامي من الأكثر أخذن بالفتوى هي هيئة بفتوى هيئة كبار العلماء بلا شك أنه مكانتها كبيرة في العالم الإسلامي نعم المذهل أنه اتفقت أنت و فضيلة الشيخ سعد الشتري حول موضوع أن هذه الهيئة تصوغ خطابا دينيا للعالم الإسلامي أجمع و ليس فقط دورا استشاريا و إرشاديا و إصدار الفتاوى لعموم المجتمع و كذلك أيضا لأصحاب القرار في الدولة إذن ما هو الدور الذي يؤديه هذا الخطاب الذي تصغه هيئة كبار العلماء في أفئدة الشباب الجيل الجديد الذي يصعد إلى الدنيا أكثر حيئة حاربت المتاجرة بالدين و محاربة الحركات الإرهابية لتلبس لبوس الدين هيئة كبار العلماء استخدمت و أصدرت عدة فتاوي و أعتقد أنها خففت من حدة الإرهاب في العالم الإسلامي بالفتاوي التي كانت تصدر من هيئة كبار العلماء هي خطاب إسلامي حقيقي إسلامي معتدل للعالم الإسلامي هي من أكثر حيئة في العالم الإسلامي حاربة الإرهاب و التطرف و الغلو هي هيئة كبار العلماء بالفتاوي التي أصدرتها و التي لقت قبول في الشارع الإسلامي ترجمة نانسي قنقر